ترجمة نانسي قنقر بما يضمن سلامة المرضى والمراجعين والموظفين العاملين بالمستشفى من الكاذر الطبي والعلاجي حيث تم توفير غرف عزل متنقلة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لعزل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ويعتبر المستشفى العسكري أول مستشفى في مملكة البحرين يقوم بتوفير مثل هذه الغرف المتنقلة كما أسهم في تجهيز المستشفيات الأخرى بها بعد ذلك عند وصول مريض يشتبه إصابته بفيروس كورونا إلى قسم الطوارئ يتم مباشرة القيام بالتصنيف المرئي السريع ليتم عزله عن كل الموجودين بقسم الطوارئ في غرفة العزل المتنقلة حفاظا على صحة الجميع ثم يقوم طبيب الطوارئ المختص بتوفير الخطة العلاجية وتمتاز غرف العزل المتنقلة بوجود ضغط سلبي ومرشحات للضوء فوق البنفسجية والذي يسهم في القضاء على الحمض النووي للبكتيريا والفيروسات كما تتميز الغرفة المتنقلة بوجود عدد من النقلات المعزولة عبارة عن جهاز عزل متحرك صغير الحجم مع وجود ترشيح ضغط سلبي خاص به يستخدم لعزل ونقل الحالات القائمة دون تعريض الآخرين في المستشفى للفيروس حيث يعد المستشفى العسكري أول مستشفى في المملكة من حيث تأمين العديد من النقلات المعزولة والتي تسمح بنقل آمنا للحالات المشتبه فيها أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا من دون أي خطر يذكر على الموظفين أو المرضى الآخرين في تطور جديد مستشفى العسكري يسابق دول العالم ويوفر أجهزة طبية حديثة ومتطورة للتعامل مع أي تطور محتمل ويساعد الأطباء في تعزيز القدرات والإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج بأساليب جديدة ومتفردة تدعو إلى الفخر والاعتزاز ففي لحظة وصول الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد 19 إلى المستشفى العسكري تقوم السواعد الوطنية بمباشرة نقله إلى قرف العزل الخاصة والتي جهزت بكافة التغنيات والأجهزة الحديثة والمتطورة وفق الاشتراطات والمعايير الدولية التي يحتاجها المصاب حسب توجيهات قادر الخدمات الطبية الملكية أمرنا بجد غرف عزل أن تكون سهلة للفك والتركيب وتكون جودة عالية وآمنة نحن كقسم أجهزة طبية قمنا بتوفير هذه النظام موجود أمامكم هذه الغرفة مزودة بأحدث الأجهزة جهاز العملية تنقية الهواء لمركب على غرفة العزل يضمن لك أن الهواء اللي يوجد داخل الغرفة نظيف ويطلع نظيف لأنه يتكون من فلتر وعنده شعب فوق البنفسجية هنا نضمن أن الموظفين في أمان والمريض في نفس الوقت في أمان هي أول غرفة تكون موجودة في المستشفى العسكري في مملكة البحرين وعلى حسب ما عرفنا سيتم تزويد المستشفيات الأخرى بنفس الغرفة طبعاً لما أي المريض قسم الطوارئ يكون عنده اشتباه أنه مصاب بفيروس الكورونا أو يكون عنده أنه مصاب فعلاً بفيروس الكورونا بس يحتاج قسم طوارئ أنه عنده حالة إسعافية على طول يدخل في هذه القرف الهدف أنه نعزله عن المرضى الآخرين أساساً نتأكد أنه ما يكون في خالط بين الأثنين هذا وتمتاز قرف العزل الخاصة بوجود ضغط سلبي ومرشحات للضوء الفوق البنفسجي والذي يمكنه من القضاء على الحمض النووي للبكتيريا والفيروس لضمان سلامة الكوادر الطبية والمريض على حد سواء مميزات غرفة العزل المتنقلة أنها تكون متنقلة يعني أنت ممكن تحطها في أي مكان القسم عندك في قسم الطوارئ تكون تحتاجها مجرد أن تجهز المنطقة بقياسات معينة ممكن تحط هذه القرف المتنقلة فالمريض لو يكون موجود في الحجرة يتلقى كافة العلاجات حتى لدرجة أنه ممكن أن نحط المريض لو استدعد حالته على جهاز تنفس داخل القرفة الاشتراطات العالمية التي موجودة كلها في أي قرفة تعزل تكون موجودة في هذه القرفة ومنها وجود بابين الباب الأول والباب الثاني كلها لحماية الطاقم الطبي والمرضى الآخرين في أقسام الطوارئ هذا ويعد المستشفى العسكري أول مستشفى في مملكة البحرين يقوم بتوفير هذه القرف الخاصة ناهيك عن توفير ناقلات معزولة تستخدم لعزل ونقل المرضى كما تسمح بنقل آمن للحالات المشتبه فيها أو المؤكدة إصابتها من دون أي خطر يذكر طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر